السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمامة الموضوع النهاردة زي ما احنا متعودين الموضوع اليومي اللي هو متابعة الزغليل الزغليل اللي هو اليوم الثالث احنا تابعناهم يومين قبل كده لكن هنتابعهم لليوم الثالث طبعا اه حضراتكم وفاكرين ان احنا اعطينا فلاجل او امرزول اه يومين وربعض فلاجل او امرزول بناتي يومين وربعض فاحنا هنتي النهاردة اليوم الثالث لكن قبل ما نبدأ النهاردة موضوع النهاردة اعمل لايك علشان انا معايا البيضة دي البيضة دي اللي هتفقس هوريكم هنعمل فيها ايه طيب على بال ما تعمل لايك انا معايا هوريه حضراتكم البيضة وهي نقرة كده هاي الزغلول بيفقس خلاص بقي عليه مثلا نقول عليه بكرة ان شاء الله ونشوفه نوريه لكم وهو زغلول ممكن مايبقاش بكرة ممكن يبقى بعده لكن هو لسه بادئ ينقر طيب انا بعمل ايه لما بلاقي البيضة نقرة كده طيب انا بعمل ايه انا معايا بجيب مية دافية عموما برش البيض بالمية ما بقشرش البيضة يا جماعة زي معظم المرابين ما بيعملهم انا برش البيض زي المزارع ما بتعمل في الفقسة انا برشها كده معايا المية دافية اهي تخافش من يقولك بل البيضة لأ انا رشيت البيضة اهو بس مية دافية ولو مفيش مية دافية احنا في الصيف يعني هترشها من تحت الحنفية من مية الحنفية مفيش مشكلة تمام بلت البيضة ولو طلقت تاني في وقت تاني كم ساعة كده ولقيتها برضو لسه ما فقستش قبل لها مية تاني رشها مية تاني طيب ارجع البيضة تحت الحمام ونرجع نبدأ موضوع الزغليل بتاعتنا على بال ما تكون حطيت اللايك طيب ليه انا رشيت البيضة كده علشان اساعد علي ان اشرت البيض وساعد الزغلول ان هو يفقس بدل ما افتح البيضة وقشرها ده تجنبا للي هو موضوع اللي هو كبس الزغلول في البيضة اللي هو الزغلول بيموت وهو بيفقس طيب هنبدأ اليوم التالت والاخير من اعطاء الفلاجل لنعطيهم الفلاجل بسرعة هنعطيهم المرة دي قبل الاكي هو يستحسن طبعا هترجي الازازة يستحسن ان انت تاتي من غير اكل تماما ده واحد الكبير بدأنا بالكبير صانتي واللي بعده هو كزا صانتي تشتغل على الكبير الاول هو طبعا يا جماعة هي الزغليل مستنية الاكل نستنية ان انا ااكل هالزغليل نتعودوا علي علشان انا باكلهم بقالي كزا يوم كده بسرعة ننخلص ااا في الجيل ده يعتبر ااا خادم برح بس خلصناهم الحمد لله كده الفلاجل طيب هنشوف ايه اللي محتاج يأكل ونأكله نبدأ برضو بالايه بقى اصغر زغليل هنستخدم الخرطوم ده طبعا انا عملت الحليب مجهزه عشان ما ضيعش وقت الفيديو اللي ما شافش الفيديوهات اللي قبل كده بنقوله ان هو اا مسحوق الحليب اللي هو كيس ده كيس ده باربع جنيه احنا قلبناه علشان نعطي للزغليل اللي هي من عمر يوم حتى عمر اسبوع اللي هي ااا لسه بتاخد اللبا الزغلول الجعان يعني يا جماعة نزوده شوية بس مش هتعطي كل الزغليل لكن لو في زغلول جعان نساعده شوية ده كويس مش محتاج الحمد لله وده كمان كويس بس نحاول نسقيه شوية بدأنا بتصغيرين علشان فيه للقبار تصغير تاني ده محتاج شوية اكتر ماتي اكتر شوف كده طبعا فيه سؤال جاني في التعليقات ليه انت ما حطتش الفلاجيل اا على الاكل وانت بتأكلهم اا هو ممكن ينفع يتحط على الاكل بس انا مش هعرف ازبط الجرعة بتاعة الفلاجيل لك انا محتاجة ادي للصغير نصف سنتي وللكبير سنتي يعني يمكن ده السبب الاساسي اللي بيخليني لقد انا قطيم الكبير ده السبب الاساسي اللي بيخليني احط الفلاجيل لوحده محطتش مع الاكل عشان كتر الفلاجيل بيدور ابقى عارف انا اعطيته قد ايه شوف الزغليل جعان يا جماعة ازاي محتاجة ان انا ااكلها ده التزغيط الحمام الكبير في الصيف بيكون ضعيف شوية عن الشتال ان الحمام بيشرب مية اكتر ما بيأكل وزي ما قلت لحضرتك بنأكلش بالحمام بنشبهوش بالنهار فاحنا بنجوابه النهار بس بنسيب ليه مية بس وبنأكله بالليل والصبح بادري طيب انا معي هوت عشان نأكل الحمام الكبير الميكس بتاعنا ده هانا ميكس بتاع الحاجة اشرف خضير الله يبارك له هنقلبه طيب قبل ما نقلب الهانا ميكس هنشوف معانا الجروفيت بلس هنقتي ليه جروفيت بلس انا اعطيته اول يوم هو احنا فعلا الزغليل محتاجها دايما مع التزغيط والحمام محتاجه عشان يدي ولاده في الايام اما يكون معها زغليل عشان موضوع الريش ده افضل شيء وقت التريش وممتاز جدا يا جماعة الحمامة اللي بتبيض بضع واحدة بيخليها تبيض البطان وبيزود الخصوبة بتاعة الحمام اللي هو جروفيت بلس ده هنحط نقطتين على الميكس بتاعنا كده ونقلبه ونعطي لكل الزغليل الكبيرة اللي هي بتاكل اكل خشن دي حبوب طبيعية يا جماعة ما هيش فيها اه يعني علف هبوب طبيعية تقلبها بعد ما قلبنا الميكس بتاعنا نبدأ ندي للزغليل الكبيرة طبعا كل مرة بتقلبه كده قبل ما تصحب منه علشان اه يما المية ما تبقاش مع الوش ويركز المسحوق اه اشوف الزغلول جعان ما شاء الله جعان جعان يعني ايجاها اهو بنتدي له اللي هو محتاجه كل زغلول على قد ما هو محتاج انا عارف يا جماعة ان هو الموضوع يعني فيه شغل هو فيه شغل اللي مش متعود بس اللي غاوي هيبقى بالنسبة له متعة انا بستمتع وانا بساعد الزغليل وبأكلها جماعة يعني مش مش متضايق من حاجة لازم تكون انت حابب الموضوع علشان انت ايه تفرخ زغليل كويس اشوف باسم الله ما شاء الله الزغلول كما ساعدناه اول ايام يمكن ده كان ضعيف جدا اضعف من الزغلول ده برضو هنعطي له شوية ونعطي كل اللي محتاج من الزغليل الكبيرة دي احنا بنعملهم زي ما قلنا مرة واحدة في اليوم ونرجعهم لاهاليهم طبعا الكبير بس اللي بياخد المسحوق الخشن ده لاني ده مسحوق حبوب هو صغير برضو هو من عمر يوم اللي هو بتاع هاناميكس ده لكن انا بعطي في البداية لزغليل الضعيفة اللي هو مسحوق الحليب ده طيب بعد ما اكلناهم استناني عشان لسه هنعمل حاجة مهمة جدا 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 استناني خلص خلصنا اهو هقول لك هنعمل ايه تاني في الحر اللي احنا فيه ده لان الجواه حر جدا هنعمل حاجة مهمة اوي 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 استناني خلصت اهو عشان ما نساش حاجة تمام كده خلاص خلصنا طيب كده خلصناهم تزغيط ما شاء الله ده الخمسشار زغليل ما خدوش معايا يا جماعة تلت دقائق زي ما حضراتكو شايفين طيب ايه اللي هنعمله بقى الخطوة اللي بعد كده الخطوة اللي بعد كده انا هرعي زروش الزغليل دي في الحر ده علشان الحشرات وفي نفس الوقت اه الجو حر جدا ان احنا نخفف عنهم درجة الحرارة معايا البخاخة اهو بتاعت كل مرة اللي احنا حطين فيها الافريزين او او تمام سنتي بنقول سنتي على اربعة سنتي مية ونرش من بايدة عند نغاس الزغليل بسرعة بسرعة كده ما تخافش من اي حاجة في نفس الوقت بنبرر الزغليل شوية درجة حرارتها وما يبقاش فيها اي حشرات منعا للجدر يا جماعة تمنع الحشرات تمنع الجدري بسم الله ما شاء الله الزغليل فيش فيها حباية ما فيش فيه حبات جدري بسم الله ما شاء الله اهو كل الزغليل يا جماعة ما تخافش في كل الزغليل تغير وكبير اهو كده رشينا الزغليل فاضل بقى ايه معانا الدبل نشوف ايه اللي ما لبسي دبل امبارح معانا كيس الدبل دبل الاتحاد اللي انا بقى لبسها للزغليل بتاعي لان طبعا الزغليل اللي عندي من نوع الزجل نشوف ايه اللي ما كانش يمبارح اللي كان نقسه دبلة وينفع عليه الدبلة ايوه هو ده يبقى ده اللي هنلبسه الدبلة عشان نقول له مبروك مبروك عليك الدبلة اهو كده بقى عريس هو في السن ده يا جماعة افضل سن اللي نعرف تلبس فيه الدبلة هو الصبع اللي بيبقى في الاخر ده بيبقى صعب شوية لكن اهو الحمد لله نطلعه خلاص نقول له مبروك رجل صبع تلا خلاص ما عادش الدبلة تطلع تاني ما عادش يفاضل الزغليلين دول نسيبهم لبكرة او بعده في موضوع الدبلة ده وبكده يكون خلصنا موضوع النهاردة اليوم التالت من متابعة الزغليل اه استنانا بكرة مهم جدا علشان هنعطي الخميرة للزغليل الخميرة مهمة جدا يا جماعة للزغليل الخميرة ليه هنعطي خميرة لان احنا عطينا تلات يام فلاجل والفلاجل زي ما قلنا قبل كده بيقتل كل البكتيريا في احنا عايزين نرجع البكتيريا النفعة تاني علشان الهضم فبنيعطي الخميرة بعد التلات يام بتوع الفلاجل استنانا بكرة ان شاء الله لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه مشتركتش وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة